كثفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة جولاتها التفتيشية المتزامنة مع فترة الصيف الحالية وانتشار بيرك السباحة بمملكة البحرين في كافة المحافظات للتحقق من مزاولة الأنشطة التجارية وفقا للتراخيص التجارية المطبوبة هذا وأعدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة خطة عمل متكاملة للحفاظ على سلامة الأفراد وتنظيم العملية التجارية في بيئة أمنة وسليمة جهود متواصلة وعمل دعوب ومستمر على مدار العام يقوم به ممثل قسم إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة تزامنا مع فصل الصيف الحالي للتحقق من مزاولة الأنشطة التجارية لبرك السباحة وفقا للتراخيص التجارية المطلوبة وتطبيق القوانين والأنظمة للحفاظ على سلامة الأفراد إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة تمارس دورها الرقابة وفقا لمنظومة التفتيش متكاملة وبخصوص دور إدارة التفتيش للرقابة على بركة السباحة كأي نشاط تجاري نشاط تأجير بركة السباحة يطلب الرقابة على التراخيص اللازمة وبيانات لوحة الاسم التجاري وبداية يتم تقديم طلب عبر نظام سجلات وتطلب الموافقة عدة جهات حكومية أخرى عندنا مثلا وزارة شؤون البلدية والزراعة للتأكد من تصنيف العقار واشتراطات البناء وعندنا أيضا وزارة الصحة للتأكد من الاشتراطات الصحية وغيرها وأيضا الإدارة العامة للدفوع المدني للتأكد من الاشتراطات الأمن والسلامة فكل هذه الجهات تدخل في ترخيص والرقابة على بركة السباحة هذه الحملات تتوزع بشكل يومي في مختلف محافظات مملكة البحرين لمتابعة الأنشطة التجارية لبركة السباحة وضمان عدم وجود أي نشاط غير مرخص طبعا نقوم بحملات تفتيشية مستمرة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وما بالنسبة للإجراءات القانونية فأنه لا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الترخيص وفي حال المخالفة نقوم بإختار المخالف بتصحيح وضع القانوني وإذا ما صحح وضع القانوني وممارس النشاط المخالف يتم قلق المحل المقر والمخالف وحالة الموضوع للنيابة العامة أما في إدارة التفتيش نتفهم بأن بعض الإجراءات قد تستغرق وقت للتراخيص ونمنح مقدمة طلب التراخيص الوقت الكافي لتصحيح وضع القانوني وطبعا يسعدنا في إدارة التفتيش التواصل معنا لأي مساعدة أو استفسارات بهذا الخصوص أو تقديم بلاقات لبرك مخالفة على قنوات التواصل المتاحة لدينا جهود وزارة الصناعة والتجارة دوم يجون كل سنة تقريبا يجون يكون يتابعون بعد ما بين وزارة الصحة ودفاع المدني كل سنة على طول يجون يكون الأمور طيبة الدفاع المدني حق السفتي وعن الفاير وشغلات وهذا والغاز يعني الأمور طيبة وأنا أنصح يعني كل واحد عند برشة ممرخصة أن يبدل أن يرخص علشان سلامة العوائل ومنتردين البرشة نحن عندنا طبعا التأجير ولازم نخلي فترة ممكن ما بين مؤجر ومؤجر تقريبا أربع ساعات هذه نستغلها على أساس تعقيم المكان تعقيم الماء تبديل الماء نبدل الماء من كل مستأجر ومستأجر طبعا وتنظيف المكان على أساس لسلامة مرتدي الاستراحة جولات تفتيشية يومية يحرص على تنفيذها ممثل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بهدف التأكد من تطبيق القانون بدقة عالية لتنظيم العملية التجارية في بيئة